زي ما حضراتكم شفتم والصورة الحقيقة كانت جميلة أستأذن مخرجنا عمر ارجع لنا بالصور بتاعة العريش الجميلة يعني الصور العريش أكيد يعني هتبقى جميلة الصور دي كلها زي ما انتم شايفين دي صور التعمير يعني دي صور التعمير الحلوة اللي بلدنا بزلت فيها يعني الغالي والنفيس يعني احنا التخطيط التعمير وكمان فكرة اننا لما بعمر في العريش أنا بعمر بالهوية بتاعة المنطقة هوية البلد بالشكل بتاعها اللي هو يصلح للبيئة نفسها فحتلاقي الطبيعة هناك مختلفة البيوت اللي اتعاملت لأهالينا والقبائل البدوية المصرية كمان دي حاجة جميلة زي ما انتم شايفين دي كمان هو بيحس ان هو جوه النسيج لان هو فعلا جوه النسيج فبيبقى فيه كده النسيج فيه تضامن حلو وفيه مشروعات حلوة وانت لما تروح هناك في العريش وتشوف المدارس والتعليم والمستشفيات وكمان فيه جمعات وفيه تعليم الحقيقة حاجة جميلة وده اللي مصر الحقيقة الخطة اللي مصر بتشتغل عليها حضراتكم عارفين يمكن منذ تولي سيد الرئيس ومن اولى المشروعات اللي اشتغلوا عليها كانت موجودة في سينا وشفنا الازدواجية بتاعة النفق الشهيد احمد حمدي شفنا قناة سويس شفنا الاماكن الاقتصادية المرتبطة بالانفاق وقناة سويس حاجات جميلة وزي ما انتم قوي بور سعيد وانفاق بور سعيد زي ما انتم شايفين الصورة حلوة انا عايز اقول لكم انه حتى المستشفيات اللي موجودة في منطقة شمال العريش احنا رحنا مستشفى العريش العام الحقيقة المستشفيات مستوها يعني عالي جدا والنظافة والجودة والادوات الحديثة والتعامل بشكل التخطيط الان ما بقاش مجرد انه يلا تعالوا نعمل مستشفى والسلام لا نعمل مستشفى ويكون عندنا كمان كل الادوات الحديثة واستعمال كل الاساليب التكنولوجية الحديثة علشان نقدر نقدم خدمة افضل واحسن طول الوقت